مرحبا أعطيكم بالعافية اليوم صار موقف معنا وتذكرت قصة حبيت أرويها لكم أطاعت الكهرباء صار عندنا الترنيد وهم قوير أطاعت الكهرباء طبعا ابني إجاز علان وأنه ما فيش انترنت ومش عارف شو يسوي ومش عارف شو يسير فتذكرت هذه القصة هي عبارة عن قصة لتنين فلاحين كان عندهم أرضين متقاربات من جنب بعض الفلاح الأول كان دائما كان يسئي زريعته كل يوم ويعتني فيها الفلاح الثاني كان يسئي زريعته كل أسبوع فيعطيها وقت كثير عشان قبل ما يسئيها اجت عاصف قوية طبعا العاصف القوية مرت على القرية صحي الصبح لأو الأشجار تبعت الفلاح الأول كان يسئي زرعه كلها اقترعت من جذورها أما الفلاح الثاني فكانت متمسكة فلما سأل الفلاح الأول قال له كيف أنا كنت أعتني كثير في أشجاري وأشجارك ما كنت أعتني فيها زي قال له لا أنا أنت للأسف كنت أعتني بأشجارك وتدلعها كثير لحد ما صارت سبويلد حيث أنه ما كانت تنمي جذورها قوية لأنك تسئيها كل يوم أما أشجاري لأنه كانت تعرف أنه أنا بسئيها كل أسبوعين تقريبا فكانت تنمي جذورها عميقا وعشان هي كد صارت قوية وما اقتلعتها الرياح طبعا من هون نتعلم أنه أحيانا تدليع الأطفال أو تدليلهم زيادة عن اللزوم بيخليهم ركيكين وضعيفين أما لما بيتقصوا عليهم بعض الشيء وبتعلمهم بعض القساوي أحيانا بتخلي جذورهم قوية وبتخليهم أقوى في أنهم يقاوموا أي شيء وأي تحدي الله أعطيكم العافية أحب بيت بس شاركوا هذا الفيديو اليوم وإن شاء الله ترجع الكهرباء قريبا ترجمة نانسي قنقر